ازاي تستلم السوابط بكل دقة طبقا لمحضر الاستلام الاصلي اللي موجود عندك في المشروع السلام عليكم من الاخبار النهاردة هنبدأ نتكلم عن حاجة مهمة جدا هي استلام السوابط في الموقع قبل ما ندع فيديو النهاردة بإذن الرحمن ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات للكل او قول عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة في كزا خطوة لاستلام السوابط في الموقع اولهم ان انت بإذن الرحمن تمسك المحضر الرسمي بتاع السوابط اللي الجاي من الجهاز او جاي من البلدية او جاي من الهيئة حسب البلد المسمى اللي انت فيه يعني وتشوف النقاط بتاعتك تشوف ايه تشوف الاي وتشوف الان وتشوف الزد طب اي وان وزد ويه تاني واسم هتيجي تقول لي والله الاسم ملوش لازمة هقول لك والله الاسم مهم جدا لانك لو دلوقتي عندك النقاط كلها وما تعرفش يا سمية مش تعرف تربط عليه خالص مش هنبدأ احنا نلف حولي نفسينا نقول النقطة بيه اتنين فين النقطة ايه واحد فين لا يبقى دلوقتي اعملت شيك عليهم ايه وان وزد واسم مع الهيئة او مع البلدية اللي انت جاي تشتجل معه والله لقيت ان اول خطوة ضن تمام يبقى ننقل على الخطوة التانية تاني حاجة المرور على السوابت والتأكد من سباتها هتقول لي يعني ايه التأكد من سباتها دي هقول لك يعني هتروح عند كل سيخ تم تثبيته او كل نقطة متسبتة بمصمارة على الاسفلت او كل نقطة متسبتة بصبت خرصانة وزاوية تأكد ان هي ما بتتحركش تأكد ان هي سبتة هتأكد ان هي فكست خلاص بقت نقطة مرجعية لي مش ان انا استلمها من هنا واتفاجئ بعد كده وانا شغال اروح على ايه النقطة بتلاخلخ مما كان لا كده الامر مش تمام تمام يبقى اول نقطة التأكد من قيم السوابت والاحداثيات والاسامي في محضر الاستلام الرسمي تاني حاجة التأكد من سبات النقاط في الموقع سواء كانت بسيخ او بصبة او بأي ين يكن ننقل لتالت نقطة تالت نقطة هي الاهم على الاطلاق او هي المرحلة اللي بتعملك تشيك على الاحداثيات دي القيم بتاعتها او الفاليوز بتاعتها صحيحة ولا مش صحيحة طب هنعمل ايه في الجزئية دي او في الخطوة دي هنبدأ نربط على نقطتين ونرفع النقطة التالتة لكنك بتقفل تراورس هتقول لي والله ده احداثيات طيب ما والناس كلها بتعمل كده هقول لك طلع لي اونا الاحداثيات حصل خطأ قفل بعد كده هتقول لي والله هروح اصححه هقول لك مش بتاعتك لان النقطة دي تم اسقطها من قبل هيئة رسمية فهي المسؤولة عن التصحيحات بتاعتها وده الافضل لانك لو بتريد دلوقت تصحح اخطاء الغير هتلاقي نفسك بعد كده مش قادر تصلح الاخطاء بتاعتك انت تمام؟ يبقى بإذن الرحمن حاول ان انت تقفل تراورس على النقاط هتقول لي والله لو ما قفلتش تراورس على النقاط ان انا اربط على نقطتين وارفع نقطة واتأكد ان النقطة دي تمام وارفع النقطة دانية تأكد انها تمام اروح انقل على نقطة تالتة واربط على نقطة رابعة وارفع نقطتين غير لانها رفعتهم فعشان اشوفت اتشكع الدنيا طب معرفت اشتعمل كده مش مقفل ابدأ اشتجل عادي على نقطتين وارفع اللي قدامك كله مش قفله خلاص طيب وصلت لحد من النقاط انا مش شايفه اروح عنده وابدأ اربط على اخر نقطة وارفع النقطة التانية تأكد من قيم الاحداثيات طب دي خطوة كويسة في خطوة ادق منها شويتين وما تنسوش تسألوا عن الكورسات المتاحة عندنا اهمهم الكورس الشامل وفيه بندرس الميزان والتوتال ستيشن بشكل عملي ونظري بداية من الاساسيات وضبط الجهاز حتى اقض العمليات عليه تاني حاجة في الكورس هي المكتب الفني وفيه بندرس اوتوكاد وسبل سردي وبرولينك وإكسل كبرامج مساعدة طبعا كعملية نقل الداتا من الجهاز الى الكمبيوتر والعكس وبالتأكيد اعمل البرامج في الشق المساحي بمعنى اصح هتكون شجال مكتب فني باحتراف بعد الانتهاء من الجزئية دي تالت حاجة عندنا هي قراءة اللوحات الهندسية وهنا هنعلمك ازاي تقرأ اي لوحة هندسية مهما كانت في اي قطاع منها لوحات الطرق والمرافق بكل تفاصيلها المختلفة ولوحات الانشاءات والتركبات بالتشبهات بينها كلها لما انخلص الجزئية دي هتكون انشاء الرحمن قادر على التعامل مع اي لوحة هندسية مهما كانت اما رابع جزئية هي التعريف بعمل التنفيذ بالقطاعات الاربع الهندسة المساحة وهي الطرق والمرافق والانشاءات والتركبات يعني هنا هتعرف خطوات العمل في القطاعات دي بالترتيب وايه قبل ايه وايه الواجب عليك في كل مرحلة من مراحل المشروع المختلفة ده كان محتوى الكورس الاشهر عندنا بإذن الرحمن غير الكورسات المتخصصة في مجالات معينة زي الانشاءات المتخصص والمرافق والطرق والتركبات وابراج الكهرباء وتأسيم الاراضي وغيرهم للحجز والاستعلام معاكم الرقم على الواتساب يلا نبدأ ان انا بإذن الرحمن اربط على ضلع مش احداسي حقيس زوايا داخلية وخارجية للاضلاع واطوال الاضلاع نفسه يعني ايه يعني دلوقتي لما اجه اشتغل هقفل ترافيرس زوايا ومسافة يعني زاوية خارجية وداخلية اقفل الافق بتاعي دي طريقة من زمان جدا في المساحة التاكيومترية يعني نستخدمها فاقفل الافق بتاعي زاوية داخلية زاوية خارجية وايس الضلع ده وايس الضلع ده وتأكد انه صح هتقول لي هتأكد انه صح منين انا معايش القيم بتاعته القيم بتاعته هتم انت قياسها من برنامج اوتوكاد يبقى دلوقتي هتخط اطوال انت من على البرنامج وتعمل ميني بلانشيت ليك تقيس الطول وتقوم جاي ايس الزاوية الخارجية والزاوية الداخلية وتروح تقف على النقطة تحقق الطول والزاوية الداخلية والزاوية الخارجية وتلاقي الأمور مزبوطة معاك دي او هنقول لك الخطوات دي اهم خطوات لاستلام السوابت سواء كنت استشاري بقى او سواء كنت راجل بتاع تنفيذ بس ااخد النقاط بتاعتك ما تجيش دلوقتي تاخد اي نقطتين وتيجي تقفل تلاقي دينا بايزة انا مش مسؤول عن اخطاء الغير دي قاعدة في شغل الهندسة حاول تصلحها اه لكن لما الامر يوصل او حاجة حد حرج ماينفعش تجاوزه انما انا لسه في اول مشروع هنبتريها بغلط ماينفعش تمام يبقى كده بازن الرحمن انتهينا من فيديو النهاردة لو عندك اي سؤال بازن الرحمن سيبه في الكومانس وتابعنا على صفحتنا على فيسبوك سؤال في المساحة وسبحانك اللهم وبحمدك نشتغفرك ونتوب اليك السلام عليكم